وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التقى معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع عدد من وزراء خارجية بعض الدول الصديقة حيث اجتمع معاليه مع معالي السيد حنيفة أمان وزير خارجية ماليزيا الصديقة وأشهد معاليهما بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية معربين عن رغبتهما في توسيع نطاق التعاون وتنسيق المشترك ومؤكدين على أهمية دعم التعاون القائم بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول الأسيان لدعم التنمية والتطوير ومواصلة النمو الاقتصادي بمستويات جيدة كما اجتمع معالي وزير الخارجية مع السيد كريستيان جنسون وزير خارجية مملكة الدنمارك حيث أعرب معاليه عن تطلع مملكة البحرين إلى علاقات أكثر تطورا مع مملكة دنمارك الصديقة بما يؤدي إلى تحقيق مصالحهما المشتركة ويعود بالنفع على البلدين معا كما اجتمع معالي وزير الخارجية مع سعادة السيد توبيس اللوت وزير شؤون الشرق الأوسط بالخارجية البريطانية وتم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الصديقين إضافة إلى بعض القضايا والمشكلات التي تمر بها دول البنطقة مثل سوريا واليمن والعنف والإرهاب بمختلف أشكاله كما تم تبادل وجهة النظر حول سبل معالجة هذه التحديات بما يعزز أمن المنطقة وسلامة شعوبها كما أعرب معلش خالد بن أحمد بن محمد الخليفة خلال لقائه مع سعادة السيد يوانيس كاسوليدس وزير خارجية جمهورية قبرص عن رغبة مملكة البحرين في توسيع العلاقات الثنائية المشتركة وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين الصديقين اشتركوا في القناة